واليوم الجمعة 20 أيلول سبتمبر 20-24 بداية معك عزيزي مولود الميزان لسه الأجواء بتحمل بعض الإرباكات أو بعض التشنوجات ما رئت لسه عبدك لبكرة لا يمشي الحال فلهيك اليوم حاول تجنب نفسك المتاعب ومصادر الألاء حاول إنه ما تتعطاها بشكل مباشر هلأ لزعجك يمكن شوية عرقلة شوية تأخيرات أو ربما إلغاء لبعض الموعيد عزيزي مولود السرطان ممكن يكون في اليوم أو من مبارح الحقيقة في بعض الإرباكات أو يمكن عم تسمع بأخبار ممكن ما بتمسك بشكل مباشر يعني ولكن بتأثر عليك بطريقة أو بأخرى طبعا هذا هيك عاملك نوع من الضيق أو يمكن هيك نوع من الاستياء أو في أشخاص عم يوجهو لك ملاحظات أو ربما بعض الاستفزازات فحاول اليوم تتماسك وحاول ما تتعامل بمزاجية عزيزي مولود الجدي يوم ما زالت المسؤوليات ملاحقتك يعني قد ما حاولت تهرب منها هي لاحقتك وأنا قلتلك بالفيديو الخاص بشهر سبتمبر أيلول موجود طبعا على الصفحة قلتلك إنه لو اضطرت أنه تضغط على حالك الزيادة لتصالح العائلة فهذا أفضل لإلك خلال هذا الشهر فاليوم متعبك عائلية حاول تكون رايق وتأدي التزاماتك برضى وابتسامة عزيزي مولود الثور اليوم حاسس بانقباض ما كتير مرتاح الحقيقة أو يمكن هيك مثل كأنه هيك عندك حالة حيرة أو تردد أو قلق تجاه بعض الأمور أو تجاه بعض التفاصيل رغم أنه هاي الفترة فترة تعتبر من الفترات الجيدة ويلي فيها تغييرات قادمة وبشكل سريع بالنسبة لإلك ولكن هاي فترة أيضا تحمل لك مفاجآت والسبب هو تراجع أورانوس ببرجك فاليوم حاول أنه تترك الأمور تمشي على سجيتها بدون ما تعمل فيها أي تدخلات عزيزي مولود العقرة وبالحقيقة اليوم ما فيني أقول غير أنه أنت شخص مرهق يعني مرهق ممكن نفسيا ومرهق جسديا وبنفس الوقت حاسس أنه الالتزامات كتيرة والوقت ما عم يكفيك شوية تنظيمة بيمشي الحالة شوية يعني تروك الأمور هيك اللي ممكن أنه تنترك أو تتأجل واكتفي بأنك تنجز الأمور الضرورية والمتطلبات اللازمة لهذا اليوم عزيزي مولود الحوت يوم شاغلتك أمورك المالية كتير الحقيقة وعم تعمل حساباتك ويمكن نتعرض لمصاريف أو نفقات من مبارح يعني أمورك المالية أو ربما البعض من موليد الحوت بهذا الوقت ممكن كتير عم بيناقجوا موضوع إلو علاقة براتب أو إلو علاقة بمورد مالي أو بدخل يعني الأمور بالنسبة لك ممكن بدها شوية حكمة بإدارة في قصة ممكن بهاليومين تظهر للعلن عزيزي مولود العزراء هلأ ممكن هالقصة تكون بتخصك أو تسمعها عن أحد الأطراف أو يكون فيه مكاشفة أو مصارحة لأنه الحقيقة هاي الأيام ممكن كتير يكون فيها أسرار وممكن أنت عم تلاحق بعض المعلومات لتمشي أمور ومصالح اليوم مشغول مولود العزراء بنقاشات مالية ربما مع العائلة أو عم بترتب وضع مستقبلي عزيزي مولود الجوزاء يوم بيلبي طموحاتك الاجتماعية لأنه اليوم عم تتوسع دائرة معرفك وعم بيكون عندك مزيد من النشاط والتجديد والتفاعل مع الآخرين يعني بشوف يمكن عندك لقاءات مع أصدقاء يمكن عم تستضيف زوار ببيتك أو أنت عندك مواعيب كتير اليوم يعني بشوف حتى الاتصالات اليوم مكسفة وفيها كتير من التسلية والمتعة وعلى فكرة إذا أنت محتار بأمر ما أو حابب يعني تسمع استشارة معينة فعندك اليوم أصدقاء مقربين منك بتقدر أكيد تسألهم وممكن يلهموك بعض الحلول عزيزي مولود الدلويوم فيه نشاط كتير وفيه حركة كتير يعني سواء كان نشاط فكري أو نشاط جسدي أو حركة تنقلات كتيرة معنك مستقر بمكان واحد البعض ممكن يكون على سفر والبعض ممكن يكون برحلة أو عنده كتير أمور بده ينهيه وبتنهيه بهذا اليوم إجملاً نشاطك اليوم مميز وعم تقدر تلاقي حل سريع لأي مسألة أو لأي أمر عم بواجهك عزيزي مولود الأسد يوم فيه مواضيع العلاقة بسفر فإما أنت عم ترتب لسفر إما عم تستقبل أشخاص جاي من سفر أو عم بتودع ناس أو عم تتعطى مع أشخاص بعاد عنك بالمكان أو عم تسمع ببعض العروض أو عم بتسمم بعض الاتفاقات هلأ موليد الأسد هلأ فترة فيها تغييرات بالنسبة للكون كتير جيدة وبيلحق تغييرات مالية إلى الأفضل فهل يا ترى عمل جديد؟ الله أعلم عزيزي مولود القوس يوم من الأيام الإيجابية اللي بتحمل لك طاقة حب وطاقة سلام يعني الحقيقة من وقت ما المريخ غادر الجوزاء أنت صرت أهدأ من الفترة الماضية بس اليوم يعني فيه شيء العلاقة بالعلاقات الشخصية أو بعلاقاتك المهنية أو بإنجازك لأعمالك أو ممكن بالكلام الحلو اللي عم تسمعه عن جهودك السابقة اليوم عزيزي القوس أنت راضي عن كل شيء عم يصير حواليك عزيزي مولود الحمل ما زال الأمر بزيارتك وعم يمنحك الطاقة القوة الإيجابية والشجاعة إلا أنه شوي بدنا نخفف اندفاعات يعني هلأ أمر أكيد عم يتعرض مع مريخ السرطان فبدنا نخفف اندفاعات ما ناخد قرارات متسرعة بهذا الوقت وخاصة على المستوى العائلي اشتركوا في القناة